اهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعون في ابرز العنويل مقتل ضابط مصري واصابة شرطيين لاثنين اثناء تفكيك عبوة امام كنيسة في القاهرة والازهر يدين معلومات للميادين تأجيل اجتماع مندوب جامعة الدول العربية الى الاربعاء لبحث اعادة العلاقات مع سوريا وانهاء تعليق عضويتها تنسيقيات المسلحين في سوريا تتحدث عن اتفاق لاخراج فصائل من الاتارب ومسلحون مدعومون من تركيا يحتشدون لمؤزرة ضد النصرة تجمع المهنيين سودانيين يدعو الى مسيرة نحو القصر الرئاسي في الخرطوم والبشير يقيل وزير الصحة اثر ارتفاع اسعار الادوية اهلا بكم استشهد ضابط شرطة مصري خلال التفكيك عبوة ناسفة امام كنيسة في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة مصادر امنية مصرية اكدت اصابة شرطيين ومدني في التفجير مشيرة الى ان العبوة كانت موضوعة في حقيبة قرب الكنيسة هذا وادان الازهر الحادث مؤكدا انه عمل اجرامي اثيم يخالف تعاليم الدين الاسلامي وكل الاديان كشفت معلومات للميدين اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الى الاربعاء لبحث اعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا وبحسب مصادر الميدين فان الاراء في الجامعة بشأن عودة سوريا اليها مقسومة الى مجموعتين الاولى تدعو الى اعادتها الى مقعدها الشاغر خلال اجتماع المندوبين بينما تريد المجموعة الثانية اعادة عمل السفارات وتأجيل عودة سوريا الى القمة المقبلة لن يبقى هذا المقعد شاغرا كما كان عليه على مدار سبع سنوات مضت كل الدول العربية يبدو انها اجمعت على عجزها عن ايجاد من يملأ مكان سوريا في جامعة الدول العربية مسألة وقت باتت عودة سوريا الى مقعدها التطورات الميدانية التي شهدتها السحة السورية انتجت واقعا لم تستطع الدول العربية تجاهله اذ بعد اكثر من سبع سنوات عجاف تتجه الكثير من الدول العربية بما فيها دول خليجية للتوافق على اعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا مصادر للميدين اكدت ان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيسمح بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وسوريا مؤشرة الى ان الموقف ليس موحدا تجاه تاريخ عودة سوريا الى مقعدها ما تؤكده هذه المصادر يتقطع مع مقالته صحيفة الاهرام العربي المصرية ولا يعد مفاجئا اذ ان العودة العربية باتجاه سوريا جرت تمهيد لها منذ اشهر ان في المواقف العربية الاخيرة او في الخطوات التي اتخذت تجاه سوريا وهو تقارب انتلقت شرارته الاولى في اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البحرين وسوريا في نيويورك والذي لربما جست عبره الدول الخليجية نبض سوريا تجاهها مسأة تحسين العلاقات مع سوريا تجلى واضحا باعادة الامارات فتح سفرتها في دمشق فضلا عن تأكيد البحرين ان العمل في بعثتها في سوريا مستمر والاعلان في الكويت عن قرب فتح سفرتها في دمشق وقبلهما زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى دمشق والزيارة التي يحكى عنها للرئيس الموريتاني الى سوريا وما عقب ذلك من كشف لمصادر صحفية اجنبية عن وسطة عراقية لاعادة العلاقات بين قطر وسوريا اعلن التنسيقيات المسلحين ان وجهاء مدينة الاتارب وهيئة تحرير الشام غرب وهيئة تحرير الشام غرب مدينة حلب سوريا توصلوا الى اتفاق يتضمن حل فصيلي ثوار الشام وبيارق الاسلام مع ابقاء استلاح بحوزة المسلحين والحاق تبعية الاتارب عسكريا بهيئة تحرير الشام فيما تعود تبعية المدينة اداريا وخدميا الى ما يسمى حكومة الانقاذ كذلك يمنع عناصر درع الفرات وقيادتها من البقاء في المدينة في المقابل تضمن هيئة تحرير الشام بحسب الاتفاق عدم ملاحقتها عناصر فصيلي ثوار الشام وبيارق الاسلام في غضون ذلك اعلنت قيادة ما يسمى الجيش الوطني المؤلف من المسلحين الموالين لتركيا حالة الاستنفار والجاهزية وتوجهت ارتال منه الى ريف ادلب الشمالي لمؤازرة ما يسمى جبهة تحرير سوريا في مواجهة هيئة تحرير الشام التي سيطرت على كامل ريف حلب الغربي مراسل المدينة فاد بأن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مدينة الاتارب جنوب غرب حلب اذا سيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي احرجت تركيا وفرضت عليها التحرك عبر المسلحين المدعومين منها لمواجهتها وفي المقابل فتحت الطريقة لروسيا والجيش السوري لاستعادة تلك المساحات محمد الخضر ريف حلب الغربي تحت سيطرة هيئة تحرير الشام تطور ميداني يباثر مشهدا دام سنوات سيطرت خلاله حركة نور الدين الزنكي على دارة عزة وعنجارة وكفرناها وتل الشيخ بركات الجولاني يوجه صفعة مدوية لتركيا الموكلة وفق الاتفاق سوتي الموقع مع روسيا الاتحادية بحل عقدة التنظيمات المتطرفة والعمل على فتح طريق ام اربعة من اللاذقية الى حلب عبر ادلب وام خمسة من حماء الى حلب عبر ريف ادلب الشرقي لم تنفذ تركيا ايا من تلك التعاهدات بل على العكس تماما مر عام 2018 ولم يفتح الطريقان وجاء العام الجديد على وقع سيطرة هيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي بدلا من انهائها سيطرة انهت خلالها الهيئة حركة الزنكي لتضاف الى اكثر من عشرة فصائل دمرتها او ابتلعتها جبهة النصرة التي تحولت لاحقا الى هيئة تحرير الشام مسلحو الجولاني باتوا على خطوط التماسي مع مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا مباشرة على اطراف عفرين ويحيطون باربع نقاط تركية في ريف حلب الشمالي الغربي واقع يحرج الاتراك امام موسكو ويفرض عليهم تحركا جديا للجم دفاعة الهيئة والاهم انه يفتح الباب واسعا لروسيا والجيش السوري وحلفائهم للقيام بالمهمة بعد فشل تركيا بالالتزام بما تعهدت به لم يهاجم الجولاني ريف حلب الغربية عبثا راهن وكبار شرعيه على حركة استباقية توسع حضور الهيئة وتجعلها صاحبة القرار الاساسي في بحث اي حسم لمصير الشمال السوري رهان ينطلق اساسا من توافقات دولية واقليمية للقضاء على الهيئة بعد اقتراب طي ملف داعش قفزة بدلت على الارض رايات السيطرة لكنها في المقابل ستفتح الطريقة واسعا لانهاء عقدة ادلب المتمثلة بهيئة تحرير الشام فضح تمدد هيئة تحرير الشام تكتيكات تركيا ومحاولتها شراء الوقت في ملف ادلب ومحيطها تمدد يفرض تحركا تركيا وربما بضغط الروسي للبدء بانهاء ملف المجموعات التكفيرية في تلك المنطقة محمد الخضر دمشق الميادين طيلة سنوات الازمة في سوريا شهدت صفوف الفصائل المسلحة خلافات وصلت الى حد الاقتتال مرات متعددة يعود ذلك في الاساس الاختلاف ولاءتها هبة الله بيطار لا مغالاة في القول ان المعارضة السورية فشلت فشلا ذريعا بتقديم نفسها ككيان موحد ولو لمرة واحدة ينسحب ذلك على المعارضة السياسية والمسلحة منذ بداية الازمة في عام 2011 والانقسام والاقتتال يشقان صفوف المعارضة ولعل السبب الابرز لذلك هو اختلاف الولاءات واجهات التمويل وتحديدا بالنسبة للفصائل المسلحة فلم تكن هذه المجموعات سوى ادوات في ايد دول عربية واقليمية وغربية تنفذ اجنداتها وتأتمر بقراراتها وعند تفجر الخلافات بين هذه الدول كانت الفصائل المسلحة تدفع ثمن الصراعات فتبدأ المعارك والهجمات المتبادلة في محاولة لفرض الحضور وبسط النفوذ وإثبات القوة والقضاء على الآخر ما عزز الانقسام في صفوف الفصائل المسلحة هو اختلاف الرؤى والمشاريع واعتماد النهج الإقصائي لتكون بذلك المعارك دموية يذهب ضحيتها المقاتلون الذين تجمعهم معارضة الدولة السورية وتفرقهم أطماعهم وولاءاتهم ذلك كله أثر على نحو أساسي في إضعاف المجموعات المسلحة وصب في صالح الجيش السوري وحلفائه الذين حافظوا في المقابل على علاقة بين قوى المحور تتسم بوحدة الصف وتصل إلى التكامل على مختلف الجبهات والأصعدة تكامل أثمر نتائج ميدانية وسياسية يعترف بها أعداء سوريا قبل أصدقائها وهي النتائج التي تقود سوريا في طريق عودتها إلى موقعها الإقليمي والعربي والدولي في العراق أطلقت القوات الأمنية حملة غرب نينوى وشمال شرق بعقوبة بحثا عن فلول تنظيم داعش وشأت ذلك في وقت لم تتمكن فيه القوى السياسية من الاتفاق على تسمية وزراء الحقائب الأمنية الشاغرة تقرير عبدالله بدران مجلس النواب قبل أعياد الميلاد رفعت جلسة مجلس النواب العراقي لما بعدها مرت الأعياد اقترب الأفريقاء من موعد جديد للجلسة ولا توافق لا توافق حتى الآن ولا لقاءات سياسية تجمع أكبر قوتين في المجلس لا تسوية لحسم حقائب الوزارات الأمنية من الواضح أن اللقاء الذي يراد منه نتيجة لم يأتي وقته بعد ما دام الهدف منه حسم أسماء الوزراء الأمنيين بينما تراوح أزمة الحقائب الوزارية الأمنية مكانها في بغداد ولم تصل الأطراف إلى خط جامع مشترك ينهي الملف العالق في حكومة عبد المهدي فإن الميدان شأن آخر خلايا داعش تنشط تحاول الانتقال من نومها إلى توثب جديد خلايا التنظيم تحاول التذكير بوجودها فداعش انكفأ إلى مرحلة ما قبل احتلال الموصل عبر محاولات الاستهداف بالعمل الأمني وبالنشاط في مناطق ديالة الزراعية أو صحراء الأنبار صحيح أنه انكفاء لكنه ينظر بخطر محاولات التجمع من جديد داعش هي لعبة التوازنات تقليمية ودولية وسيملأ الفراغ من جديد بتحدي كبير قد يفوق قدراتنا لا سيما نحن إلى الآن ويجب أن نشير عنصر الإطمئنان للرأي العام العراقي هو الحشد ملف الأمني أخذ مكانه في برنامج حكومة عبد المهدي وتطورات الميدان تضغط عليه وعلى أكبر قوتين نيابيتين لحسم ملف الوزارات الأمنية لكن ثم تقائل يقول أن أصل العقدة في ملف الوزارات الأمنية هو ضرورة إيجاد حل من دون أن يشخص أي طرف سياسي بالخاسر عبدالله بدران بغداد الميادين وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني غرفث إلى صنعاء لبحثي سبري تنفيذ اتفاق ستوكول مع قيادة ينصار الله وسيزور غرفث الحديدة اليوم للاطلاع على عمل إعادة الانتشار وقف إطلاق النار ولدى وصوله المطار كان في استقباله عدد من الأطفال المرضى بالسرطان لنقل رسالة تحط على العمل لوقف الحصار الذي يحرمهم وغيرهم من المرضى من العلاج في الخارج إغلاق المطار تسبب في وفاة الكثير ربما 30 ألف حالات من حالة الوفيات توفوا نتيجة عدم سفرهم للخارج الأحصائية تتحدث عن 200 ألف مريض هم بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج سبع مراكز الغسيلة الكلوي أغلقت تماما نتيجة عدم وصول المحال للطبية التي هي بحاجة لها كثير من مخازن الأدوية إن عدمت فيها الأدوية نتيجة إغلاق المطار أضو وفد صنعاء لمشاورات السويد سليم المغلس قال أن الوفد سيبحث مع المبعوث الأممي ملف الحديدة وبقية الملفات التي لم تنجز في ستوكولم وأشار المغلس إلى أن ستجري مناقشة الترتيبات لجولة مشاورات تستند إلى الإطار العام الذي أكده القرار 2451 كما رأى أن تنصل دول التحالف السعودي من تنفيذ اتفاق ستوكولم بشأن الحديدة سيؤثر سلبا في مسار الحل السياسي محذرا من أن عدم تنفيذه سيفقد ثقة الجميع بالأمم المتحدة وفي أي اتفاقات قد تجرى برعايتها فاصل قصير نعود بعده لمتابعة النشرة بقو معنا موسيقى أهلا بكم الجديد إلى هذه النشرة من الميادين يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتن اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إضافة إلى رئيس الموساد ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومن المتوقع أن يبحث بولتن ملف العلاقات الاقتصادية بين الصين وأسرائيل ومسألة الانسحاب الأمريكي من سوريا كما سينقل رسالة طمأنة إلى تل أبيب بالتزام واشنطن كبح ما سمه التمركز الإيراني في سوريا حتى بعد مرحلة الانسحاب منها أفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة بأن حافلة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة بيت إيل شمال القدس المحتلة وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الحادثة أدت إلى تضرر الزجاج الأمامي وإصابة السائق بجروح طفيفة وأشارت إلى أن جنود الإسرائيليين بدأوا عملية تمشيط للمنطقة بحثا عن المهاجمين في حديث للميادين قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن قرار فتح إغلاق مكاتبها في غزة يرمي إلى منع الاحتكاك المباشر مع حماس مؤكدا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود معها هذا القرار يأتي احترازي لحماية كوادرنا ومنع الاحتكاك مع حركة حماس من جانب من جانب آخر تصريحات الرئيس أبو مازم بعد أن رأينا أن الحوار معهم وصل إلى طريق مسدود تام وأنها تدير تريد إدارة الانقسام إلى حين ميسرة هي كل ما تريد من الانقسام تقاسم وظيفي بمعنى أن تقول نحن الذين لنا الحكم وأنتم تستطيعون أن تحكموا سطحيا الأموال أنتم تجلبونها ونحن نصرفها هناك خطوط حمر ممنوع هي لا تتحدث عن شراكة سياسية نحن في أمس الحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية نتصدى فيها جميعا إلى من يعتدي على القدس العنوان القدس هذه هي المعركة الحقيقية أكد المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوة عن وزارة الداخلية في غزة لديها معلومات كثيرة عن إحراق قناة فلسطين ستعرضها لاحقا القانوة وفي حديث للميدير أن قرار إغلاق مكاتب فتح هدفه زرع الفوضى في القطاع تفاصيل ما جرى أعتقد يكون لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطع غزة والبيان الذي أعدن اليوم المستقر ولد وزارة الداخلية تفاصيل أوتع في ذلك بإمكان أن تعلن عنها في الوقت المقاسب ولكل المعنيين هناك مخطط واضح من رئيس القلطة ومن فريق المخططة من حوله لإحداث حالة من الفوضى والبلبلة والإرباك وهذا بدأ يترسب وينتج على الساحة ونحن في حركة حماس ندرك تماما ذلك والفصال الفلسطينية تطلع على ذلك والأجهزة الأمنية قامت بدورها في هذه التحقيقات وتعلم كفايا ودللات اقتحام تلفزيون فلسطين والعبس في محتوياته والتحقيقات التي لديها تؤثر ذلك هذا وعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الموقفين بتهمة اقتحام تلفزيون فلسطين ينتمون إلى حركة فتحهم من وظفي السلطة الذين قطعت رواتبهم الداخلية استنكرت ما عدته اتهامات باطلة وحملة أعلمية تحريضية مؤكدة أنها لن تسمح بالعبث بحالة الاستقرار الأمني وستتخذ كل الإجراءات اللازمة دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى خروج مسيرة نحو القصر الرئاسي اليوم في إطار الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار التجمع الذي يضم أطباء ومدرسين ومهندسين دعا إلى وقفات في أربع نقاط مختلفة في الخرطوم قبل السير نحو القصر الرئاسي بالتوازي أعفى الرئيس عمر البشير وزير الصحة محمد أبو زيد مصطفى من منصبه إطار اتفاع أسعار الأدوية وفق وكالة الأنباء السودانية وعين الخير النور بدلا منه أعلن رئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة الكاملة لأمن السودان واستقراره وخلال استقباله المساعد الأول لرئيس السوداني محمد الحسن المرغني شدد السيسي على أن الأمر يعد جزء لا يتجاز من الأمن القومي المصري وأكد همية مواصلة تعزيز التعاون للمشترك بين البلدين على مختلف الأصعيد في تونس نظم أمة مساجد وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون المساواة في الإرث الذي أقره مجلس الوزراء التونسي أخيرا مراد الدلانسي موقف جماعي من مسألة المساواة المراد الدين مصدقة مجلس الوزراء التونسي مؤخرا على مشروع قانون المساواة في الإرث أججت الجدل في البلاد حول هذه الخطوة خصوصا من قبل معارضيه أمة تونسيون احتجوا وسط العاصمة داعين إلى رفض القانون لتعالضه مع الشرع الإسلامي ولخطره على وحدة المجتمع بحسب قولهم وطالب الأمة بمعاقبة النواب الذين سيصوتون لصالح القانون عبر الامتناع عن انتخابهم من جديد سيؤثر أيها سيد الفاضل على وحدة المجتمع التونسي لأنه سيحدث نزاعا داخل كل أسرة وسيحدث شرخا بين أطياف المجتمع نحن نطالب الجماهير الشعبية بأن لا تنتخب كل من يحارب القرآن وكل من يمس من المقدسات الإسلامية باعتبار أن هذا كلام رب العالمين حركة النهضة أكبر قوى البرلمانية ترفض حتى الآن المصادقة على مشروع القانون الذي يرى بعض المراقبين أنه يهدف لإحراج الحركة داخليا وخارجيا مشروع قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ينتظر أن يثار حوله مزيد من الجدل السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات ووصول المشروع إلى أروقة البرلمان فالدعوات إلى معاقبة الأحزاب التي ستصوت لصالح قانون المساواة في الإرث انتخابيا لم تتوقف أمر عزز المخاوف من أن يكون الموقف من القانون محور فرز سياسي سيؤثر في المشهد الانتخابي والحزبي المقبل أظن أن الغاية من هذا القانون أو من هذا المشروع هي غاية سياسية في المقابل أحزاب تونسية كنداء تونس والجبهة الشعبية وكتلة الاعتلاف الوطني ومشروع تونس عبرت عن مساندتها لهذا المشروع الذي ينتظر أن يبدأ مجلس نواب الشعب بمناقشته في الأسبوع المقبلة مراد الدلنسي تونس الميادين دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون محتجي السطرات الصفر إلى الحوار والابتعاد عن العنف خلال التظاهرات يتذلك عقب صدامات في باريس بين المحتجين وعناصر من القوى الأمنية فيما أعلنت الشرطة أن خمسين ألفا خرجوا في جميع أنحاء البلاد وقد تجمعوا في عدد من المدن الفرنسية في أول تعبئة للعام 2019 ما زالت أغنية صبيا مطر في الدوحة تثير سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت وسائل أعلام إماراتية وسعودية نشرت أغنية للأطفال تحمل رسائل تحريضية ضد قطر وإيران وحماس تقرير زهراء الديراني ما هي أسرع الطيور في العالم؟ الشنسية القطرية ألغام وسط أنغام الظاهر الطفولي لهذه الأغنية الخليجية الكرتونية يخالف باطنها ورسائلها إقاعها التراثي وشخصياتها الزاهية بألوانها وصورها الساخرة أنتجتها ونشرتها وسائل أعلام إماراتية سعودية لمآرب سياسية ضد قطر ولكلمات ليست كالكلمات التي من المفترض أن يسمعها الأطفال صبيا مطر في الدوحة صبيا مطر في الدوحة هو مطلع أغنية إماراتية سعودية مواجهة إلى الأطفال لم تطاول قطر وأمراءها بالشتم وتحرد عليهم فحسب بل طاول تحريدها المرشدة الإيرانية وحركة حماس ولكونها مستفزة وجارحة نتحفظ عن نشر كامل مضمونها سقط واسع واستياء شعبي تمدد خارج الحدود الخليجية وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مغردون التهم السعودية والإمارات بتنشئة جيل حاقد قائم على الكراهية وعلقوا بأن فشلهما في إدارة معركة إعلامية ضد قطر وإيران دفعهما إلى أسليب صبيانية طائشة عبر زج الصغار في صراع كبار الخليج النشر انتهت هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها استشهادوا ضابط مصري وإصابة شرطيين يثناء تفكيك عبوة أمام كنيسة في القاهرة والأزهر يدين معلومات للمائدين تأجيل الاجتماع من دوم جامعة الدول العربية للأربع لبحث إعادة العلاقات مع سوريا وإنهاء تعليق عضويتها تنسيقيات المسلحين في سوريا تتحدث عن اتفاق لإخراج فصائل من الأتارب ومسلحون مدعومون من تركيا يحشدون للمؤازرة ضد النصر تجمع المهنيين السودانيين يدعو إلى مسيرة نحو القصر الرئاسي في الخرطوم والبشير يقيل وزير صحة إثر ارتفاع أسعار الأدوية شكرا للمتابعة للمزيد من الأخبار والتقارير زر موقع المائدين على الانترنت مائدين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانال دوت المائدين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة